السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي أهلا ومرحبا لكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء منهج الكيمياء للصف الثالث الثانوي العام بداية متشرف بالأستاذ خالد معنا النهاردة وحلقة جديدة ومميزة جدا عن الاتزان الكيميائي وعن قاعدة لوشة ليه وعن مسائلكم وعن أسئلتكم اللي عملناها قبل كده أو جات لنا قبل كده في حلقات سابقة أهلا بك يا أستاذ محمد كان أحمد من القاهرة في الحلقة السابقة كان ليه سؤال وليه استفسار إحنا إن شاء الله هنرد على استفسار أحمد لكن إحنا بنقول لأبو حميد دي أسئلة لها علاقة بالصف الأول السنوي ولكن برغم ذلك إحنا هنجيب عليها يعني نرجو تبقى أسئلتنا في إطار منهجنا وفي إطار موضوع حلقتنا لأن وقتكم محدود جدا 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 وإحنا عايزين أكبر استفادة لأبنائنا وبناتنا على مستوى صعيد مصر إن شاء الله فالسؤال اللي قاله أحمد أحمد من القاهرة خليط من محلولي كولوريد الماغنسيوم وكابريتات الماغنسيوم يحتوي على ثلاثة مول من أيونات الماغنسيوم وأربعة مول من أيونات الكولوريد معدد مولات أيونات الكابريتات في المحلول طيب لو إحنا كده كتبنا الصيغة الخاصة بكولوريد الماغنسيوم أم جي سي إل تو طبعا بتابعنا يا أبو أحمد وكابريتات الماغنسيوم أم جي اس أو فور أنا عندي خليط من كولوريد ماغنسيوم وكابريتات ماغنسيوم هذا الخليط بيحتوي على ثلاثة مول من أيونات الماغنسيوم وأربعة مول من أيونات الكولوريد عشان يكون عندي أربعة مول من أيونات الكولوريد يبقى كده إيه؟ كل اتنين مول من كولوريد الماغنسيوم بيحتوي على أربعة مول من أيونات الكولوريد لو إحنا كده حسبنا عدد أيونات الماغنسيوم يبقى كده أدي ثلاثة مول من أيونات الماغنسيوم وأربعة مول من أيونات الكولوريد إذن يتبقى مول من أيونات الكابريتات إذن نقول لما عدد مولات أيونات الكابريتات في المحلول أقول لها مول واحد من أيونات الكابريتات يبقى مرة تانية أنا عندي خليط من محلولي الكولوريد الماغنسيوم وكابريتات الماغنسيوم هذا الخليل بيحتوى على 3 مول من ايونات الماغنسيوم و 4 مول من ايونات كلوريد عشان يبقى عندي 4 مول من ايونات كلوريد يبقى كل 2 مول من كلوريد الماغنسيوم بيحتوى على 4 مول ايونات كلوريد لو انا كده جمعت عدد المولات يبقى كده عندي ادي 2 مول و مول 3 مول ايونات كلوريد و 4 مول ايونات كلوريد يتبقى كده عندي مول واحد من ايونات الكابريتات برضو استكمالا دي سؤال أحمد من القاهرة وطبعا دي أبو حميد ده حاجة كده خاصة بقى العامل المحدد للتفاعل في أول سنة ويهي ملهاش علاقة بمناج ما يتطاقن خالص يعني ولكن برضو إحنا نرد عليك عند خالط 8 ملي من محلول كابريتات النحاس تركيزه 1 مولر مع 6 ملي من محلول كاربونات السوديوم تركيزه 1 مولر إذن هنا التركيز 1 بنزل المحلولين يحدث تفاعل طبعا لهذه المعادلة هذه المعادلة معادلة موزونة كابريتات نحاس زائد كاربونات سوديوم نتج كاربونات نحاس وكابريتات سوديوم طيب هنختار أنا اختيار هل هذا المحلول عديم اللون ولا راسب أغدر اللون ولا راسب أغدر ومحلول عديم اللون ولا راسب أغدر ومحلول أزرق اللون رأي سعدتك إيه مستر محمد والله هيبget الإختيار الأخير هو الأنسب للإجابة ليه؟ هنا يحصل تفاعل تبادل مزدوج ما بين أيونات النحاس هتبادل مع أيونات الكربونات وهيطلع لك كربونات النحاس ده عبارة عن راصب أخضر يبقى الإجابتين لفوق واحدة فيهم اللي هي راصب أخضر طب بالنسبة لحطة عديم اللون ومحلول أزرق اللون عديم اللون معناه أن الاثنين تساووا تماما واختفوا المادتين مفيش عندي لون ولكن كبريتات النحاس أصلا في الميا زرقة معنى أن يقول لي أن المحلول أصبح أزرق اللون يعني بعض من كبريتات النحاس لسه موجود يعني إيه لسه موجود يعني الكميتين اللي حضرتك حطيتهم عشان التفاعل واحدة فيهم خلصت والتانية لسه موجود منها طب يعني جيك وتدريسها زي ما أستاذ خالد تفضل وقال لك قال لك بحاجة اسمها المادة المحددة لها التفاعل في قولة سنوي إن في مادة وتخلص التفاعل يقف طب بقى المادة التانية بيفضل موجود في حيز التفاعل وهيحول لك المحلول بتاعك لللون الأزرق إذبتها له أستاذ خالد كده هو كده إحنا قادي عندنا بيقول لي 8 ملي من محلول كبريتات النحاس هنا كده عندي 8 ملي و 6 ملي من محلول كاربونات السوديوم التركيز واحد يبقى كده أنا كده عندي كده فيه 2 ملي زيادة يعني كده عندي كبريتات النحاس أزيد من كاربونات السوديوم كاربونات النحاس طبعاً ده عبارة عن راسب لونه أخضر وأنا كده عندي فيه زيادة من كبريتات النحاس تديني محلول لونه أزرق بس أزرق باهت مش أزرق بشكل حد خالص يعني ده كده كان بالنسبة لي الرد على سؤال أحمد من القاهرة وإحنا دايماً بنقول إحنا بالراحة بيأس إلى ولكن في إطار ما هو مطالب بيأطالب يعني كنا إحنا عرّطنا النظام المتزن تمام وقلنا أن النظام المتزن دعبنا عن نظام ساكن على المستوى المارئي ديناميكي على المستوى الغير الغير مارئي طبعاً فيه اتزان موجود في الكون والإتزان يعني لما يحدث تسكت أشعة الشمس على مياه البحر والأنهار وتتبخر وتكون صحب يحدث انخفاض في طمقات الجو التي تحتوي على هذه الصحب تديني مطر ده إتزان يعني حتى الأكسجين حتى إن موجود في الهواء الجو يسأل الطالب هو ليه نسبة الأكسجين مثلاً سبتة في الهواء الجو وهو في بناء ضوء أساساً سيؤتوه وكذا إذن الإتزان موجود وقائم بين لكن لو قال لي اشرح تغربة توضح النظام المتازم اشرح أيوة تغربة توضح النظام المتازم هل ليك تعليق ساعاتك تقدر تقوله آه طبعاً احنا بالنسبة عشان نشرح التجربة ديت احنا نوهنا عليها في الحلقة اللي فيها دي بتاعتنا وقالنا إن انت عشان تشرح موضوع الاتزان احنا ضربناها بمثال الولد اللي كان طالع على السلم الكهرباي النهاردة هنشرح لك تجربة بسيطة بتبين التبخير والتكسيف وعلاقتهم بالاتزان إيه طيب أثناء استخدام التجربة نفسها كمية الماء اللي انت بتحطها ما بتمناشي الإناء عن الآخر بتملك كمية محددة أو نص الكمية على الأقل وتبدأ بتدي مساحة لعملية التبخير هتفضل للأستاذ خالد إن شاء الله يشرح لنا التجربة دي بالتفصيل عشان نشوف عملية الاتزان اللي بيحصل فيها تفضل للأستاذ خالد إناء مغلق يحتوي على كمية قليلة من الماء على موقت هذا الموقت عشان يستخدم في عملية التسخين طبعا بتحدث عمليتين تبخير وتكسيف ولكن في بداية التسخين بيكون معدل التبخير هو العملية السائدة إذن التبخير بيكون العملية السائدة ويترتب على هذا إن بيحدث ضغط بخاري يعني ضغط بخاري ضغط بخاري الماء الموجود في هذا الحيز من الهواء عند درجة حرارة معينة يبقى إذن في بداية التسخين بتكون عملية التبخير هي العملية السائدة ينتج عنها ضغط بخاري هذا أو زيادة فيها ضغط بخاري وإحنا كنا قلنا يعني ضغط بخاري هو ضغط بخار الماء الموجود في الهواء عند درجة حرارة معينة باستمرار التسخين بيكل معدل التبخير ويزداد معدل التكاسف طيب أنا مش هستكبل وعاوز أسمع طالي من حضرتك يعني متى يحدث تكاسف تمام أولا هو التكاسف معناه نتجمع الجزائيات الغازية معك مرة تانية وبترجع سائل لو إحنا استعرضنا التجربة كده بالراحة إنت بتسخن الجزائيات بترتفع بدرجة الحرارة الجزائيات بتاخد طاقة تسمى الطاقة المنشطة بتبدأ تهرب من سطح السائل وتبدأ تتصعد لأعلى أنت مغطي الإناء بتاعك بإيه؟ بسطح زجاجي أو بأي غطاء معدني السطح الزجاجي أو الغطاء المعدني ده ملامس للهوى من الخارج فالريدي هو بارد يعني درجة حرارته أقل من درجة حرارة الجزائيات اللي جايها له طب لما الجزائيات بتصطدم به بتبدأ تفقدله الحرارة بتاعتها معنى أنها تفقد حرارتها تبدأ القيناتك إنيرجي بتاعتها اللي هي الطاقة الحركية تقل مع كلال الطاقة الحركية بتبدأ الجزائيات تتجمع مع بعض ومعنى أنها تتجمع يعني المسافات البينية بتاعتها بتقرب وتتحول لسائل هي دي عملية التكاسف اللي بتتم عندنا ويبدأ الجاذبية ترجعه لك تاني للإناء يعني بيستمر التبخير حتى يتساوى الضغط البخاري مع ضغط بخار الماء المشبع وذلك عندما تساوى معدل التبخير مع معدل التكسيف ونقوبة كده إحنا وصلنا لحالة اتزان ديناميكي اتزان نهاية ديناميكي إذن مني التجارب الهمة جدا أما يقول لي إشرح تغربة توضح النظام المتازن إحنا بنذكر هذه التغربة لكن هننتقل إلى جزئية همة جدا موضع تساؤلات بالنسبة لطلوبة إحنا كنا تكلمنا عن العوامل التي تؤثر على معدل أي سرعة التفاعل الكيميائي وقلنا هم ست عوامل طبيعة المواد المتفاعلة تركيز المواد المتفاعلة درجة الحرارة الضغط عامل حفاز وأخيرا الضوء ولكن من هذه العوامل أنا عندي ثلاث عوامل تؤثر على تفاعل متازن ضغط حرارة تركيز إحنا هنخص العالم لو شاتيلي الذي وضع قعدة تصف تأثير هذه العوامل المختلفة على تفاعل متازن فكان إيه نص قعدة له شاتيلي قعدة له شاتيلي بقول لي إذا أثر مؤثر ما على تفاعل متازن مثل الضغط أو الحرارة أو التركيز فإن التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي من هذا التأثير هنبتدي بشكل بإيجاز كده بسيط نذكر أبنائنا عن كل عامل عامل التركيز عامل درجة الحرارة عامل الضغط نبدأ بعمل التركيز مع مستر محمد افترض السعب بالنسبة للاتزاج لما تريد تكلم عليهم إنت هتعمل التفاعل هتقول لي مثلا أنا حطيت زائد سيل تو هجيني اتنين والتفاعل رايح جاي والتفاعل غازي طيب دلوقتي أنت وصلت لحالة اتزام طب معنى أنك وصلت لحالة اتزام يبقى عن ذلك التركيزات تساوت جيت أنا رح تحاطي كمية هيدروجين زيادة أوكي كده الاتزام بتاعك هيبقى يختل التفاعل وفقا لقاعدة لوشا تيلي بيمشي في الاتجاه اللي يلغي الزيادة دي معنى كده أنك هتستهلك الهيدروجين الزيادة اللي حطيته أو الكولورين الزيادة اللي تحطي أوكي وبتصل لحالة اتزام جديدة بسبب اتزام أوكي مستر خليل هتفضل ويرهلنا على مسأله ومعادله هنشرحها إزاي طبعا في عبارة ظريفة جدا تلخص الكلام الطيب اللي قاله مستر محمد إيه هي زيادة تركيز أحد المواد الداخلة في الاتزام والموجودة في أحد طرفي المعادلة تاني وبشكل هادي جدا أنا عندي متفاعلات وعندي نواتج الاتجاه الطردي هو اتجاه تكوين النواتج والاتجاه العكسي هو اتجاه تكوين المتفاعلات ده كده عبارة عن نظام متزم نرجع تاني للعبارة بتاعتنا زيادة تركيز أحد المواد الداخلة في هذا الاتزام والموجودة في أحد الطرفين سواء هنا أو هنا ينتج عنه إزاحة التفاعل إلى الطرف الآخر بمعنى أن لو زيادة تركيز أحد المواد الداخلة في التفاعل يعني فرضاً N2 بلاس 3 H2 نتج 2 NH3 لو زيادة تركيز النيتروجين أو الهيدروجين التفاعل ينشط في الاتجاه الآخر الطرف الآخر عشان يظل التفاعل في حالة اتزام برضو إذا زاد تركيز أحد النواتج ينشط التفاعل في الطرف الآخر اتجاه تكون متفاعلات إذن بالنسبة للتركيز وهو عامل من العامل التي تؤثر على تفاعل متزم إن لو زادة أنا كده عنده نظام متزم بإجازة بسيطة خالص جداً 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 لو زادة تركيز أحد المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي ينشط التفاعل في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي من هذا التأثير الطرف الآخر هو ده عبارة عن الاتجاه الطردي اللي بيكون نواتي ولكن إذا زادة تركيز أحد المواد النتيجة ينشط في الاتجاه العكسي اتجاه تكوين المتفاعل طب لو قلق تركيز أحد المواد المتفاعلة ما الذي يحدث هيرجع العكس إذا ينشط هيرجعلك تاني في التفاعل العكسي إذا التفاعل بينشي في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي هذا المؤثر بحيث أنه يحافظ على الاتزام طيب تاني عامل من العوامل التي تؤثر على تفاعل متزم وده يعتبر عائل من ملهام جداً 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 درجة الحرارة نرجع كده بالطرق المعرفي لابد الطريب يفرق بين التفاعل الطارد والمصل ساعتك تذكرنا الفرق بين التفاعل الطارد والمصل وزي إحنا نحدد إذا كان هذا التفاعل تفاعل طارد الحرارة أم تفاعل مصل للحرارة اتطردها بساعتك بس أستاذ فالب بالنسبة للتفاعل الطارد والمصل دي جاية من سالة أولى أوكي؟ بتجربة بسيطة كده نفكرك بيها بصراحة لو أنت جبت حتة التلج وحطيتها على النار هيحصل لها إيه؟ هتقولها تتحول لمي أوكي؟ لو أنا كتبت كده معادلة بسيطة هقول تلج زائد حرارة هيبدييني مية هل التلج هيتحول لمية لوحده؟ لأ لازم شرط هنا أنه يمتص حرارة هيتحول لك بيها يبدأ بيسمى تفاعل مصل الحرارة يعني مصل الحرارة لن يحدث إلى بامتصاص حرارة من الوسط المحيط سواء في مصدر حراري أو سواء من حرارة الجو ده كده تفاعل مصد طب دلوقتي لما حبيت أعبر عنه هل هنا التفاعل اكتسب حرارة؟ والله فقط حرارة هتقول لأ عشان يتم اكتسب حرارة فكان بيكتب لك إيه جنبها؟ دلتا إتش موجب موجب كام؟ كمية الحرارة اللي كان بيدهالك يقول لك موجب مئتين كيلو جول تلتميت كيلو جول يبقى إذا لما تلاقي دلتا إتش جنب المعادلة موجبة بتعرف كويس أن ده تفاعل تم باستهلاك حرارة وبانتصاص حرارة وتفاعل ماص للحرارة طب التفاعل الطارد بقى لا تفاعل الطارد العكس طب إيه اللي بيحصل فيه؟ لو أنت جبت حدة الفحمية وولعتها هتطلق إيه؟ هتقول لأتحرج الحرارة تستمر بقى في الشاوي بغيره يبقى إذا لشن تعمل المعادلة هتقول لسي زائد أوتو على السهم حرارة بسيطة انت سخمت بها الفحمية طلعت لك بالإضافة لحرارة مستمر طول ما الفحمية مولعة طب كده التفاعل ده أنتك حرارة؟ آه أنتك حرارة طب فقط حرارة طبعا وبالتالي ما تيجي تكتب لي تقول لي دلتا إيش يعني إيه دلتا إيش؟ الحرارة فرق الحرارة التغييو في المحتوى التغييو التغييو اللي حصل مع فرق الحرارة بين اللي خده قول لي خرجوا تمام تمام؟ هتقول لي دلتا إيش ايه؟ هقول لك سالب مثال بسيط تاني أصلا ممكن يعملوه في البيت لو جاب مسحوق الغسيل وحطه في الماء حطي حط شوية مسحوق غسيل في ايديك ده حطي تحت الحنفية بس هتلاقي ديك سخنة قل ريدي طب ليه؟ لأن التفاعل مسحوق الغسيل مع الماء تفاعل الطارد للحرارة أنتك حرارة يبدأ يسمى تفاعل طارد للحرارة والحرارة هنا في النواتج في المصل الحرارة الحرارة بتاعتك في المتفاعلات أوكي؟ نجز هذا الكلام الطيب اللي قاله نصفر محمد بشكل وترجمة مبسطة جدا إزاي أنا أحدد إذا كان التفاعل تفاعل طارد أم تفاعل ماص للحرارة وأنا هتكلم من خلال شكل المعادلة كيف يمكن تحديد نوع التفاعل لو قال لي كده زائد هيت أو انرجي في النواتج أو نائس هيت في المتفاعلات أو دلتا اتش اللي التغير في المحتوى الحراري بقيمة سالبة هذا يعني أن هذا التفاعل تفاعل طارد طارد أمام ده الحرارة يبقى مرة تانية زائد هيت في النواتج ناقس هيت في المتفاعلات دلتا اتش قيمة سالبة أي شكل من هذه الأشكال يقول لي أن هذا التفاعل طارد طيب عبارة لفظية جميلة جدا نتعلمها مع بعض التبريد أو دال في الطارد دال طردي يعني لو أنا كده عندي تفاعل متزن ده الاتجاه الطردي وده الاتجاه العكسي وعملت عملية تبريد تبريد في تفاعل طارد ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي أنا ما زلت مؤكد على النحية اللفظية دال 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 إذن التبريد في الطارد طردي يبقى إذن في العكسي تسخين نعكس ده كله يبقى التفاعل تفاعل ماص إذن في الماص ناقص هيت في النواتج زائد هيت في المتفاعلات دلتا اتش قيمة موجبة إذن الموجب الموجب ماص ولما يكون تفاعل ماص يبقى نعكس بقى إذن التسخين يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطري والتبريد يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي وتطرق عن كله إن شاء الله إحنا هنعمل دي التطبيق بأمسنا تالت عامل بأمين العامل التي تؤثر على التفاعل متزن بعد ما تطرقنا إلى عاملين التركيز ودرجة الحرارة هو عامل الضغط هل الضغط بينطبق عن مادة في حالة إيه الغازية طبعا طب وعشان الضغط مش له شروط يعني ساعتك قلت شرط دلوقتي لابد أن يكون التفاعل تفاعل غازي أو المواضي المتفاعلة والهاتجة في حالة إيه في حالة غازية طب هل تساوى لو تساوى عدد مولات كل من المتفاعلة والنواتج هل الضغط يكون له تأثير أكيد طبعا ليه بقى لو تساوى لو تساوى بس بس هلتكلم لو تساوى ما فيش تأثير للضغط خاص ليه أولا الطالب لازم يفهم قوي يعني إيه ضغط جزئي أوكي يعني إيه ضغط جزئي ويعني إيه ضغط كل بتاع غازات عشان ما يجي يلاحظ كده يقول لك دلالة الكي بي أو ثابت الانتزان بدلالة الضغوط الجزئية لا هي الجزئية مش الجزئية الجزئية للغازات اقصتك فيها دي لو انت جبت مثلا إناء مغلق وحطيت قد إيه حطيت اتنين مول أكسوجين وتلاتة مول نايتروجين أوكي الضغط ده ناشئ عن إيه عن استضام الجزئيات بجدران إناء هو ده الضغط طيب اتنين مول أكسوجين وتلاتة مول نايتروجين يبقى عدد مولات النايتروجين زيادة وبالتالي استضامها بالجدران زيادة يبقى ضغطها زيادة الأكسوجين نفس الكلام أقل يبقى ضغطه أقل يبقى يسمى الضغط الجزئي طب الضغط على الإناء كله متمثل في مين هتقول لي ضغط الأكسوجين زائد ضغط النايتروجين يبقى ده يسمى الضغط الجزئي يبقى الضغط الكل مجموعة ضغوط الجزئية للغازات داخل الإناء مغلق طب في حالة التساوي زي ما استاذ خالد قال هيتساوي الضغط الجزئي للغازات يعني 2 مولة أكسوجين 2 مولة نيتروجين جوه إناء مغلق يبقى ضغط ده بيساوي ضغط ده طب بالنسبة للتفاعلات العكسية والطردية المسترخيات بيتكلم فيها هل الضغط معنا هيأثر في حالة التساوي لا طب امتى هيأثر بقى لما يكون عدد مولات المتفاعلات يختلف عن عدد مولات النواتج وده حضرتك هتتفضل توضح هنا في معادلة وشرح إذن بالنسبة للعامل التالت عامل الضغط له طلت شروط أول شرط أن تكون المتفاعلات والنواتج في حالة غازية تمام تاني شرط أن يكون عدد مولات المواد المتفاعلة والنتيجة غير متساوي تالت شرط أن يكون التفاعل التفاعل إنعكاسي إذن دي أساسا شروط أن الضغط يؤثر ولكن لو تساوي عدد مولات المواد المتفاعلة مع عدد مولات المواد النتيجة فالضغط لا يؤثر هنبتدي ناخد أمثلة على قاعدة لوشاتيلي اللي بنذكر حضراتكم تاني بيها إيه هو نص قاعدة لوشاتيلي لوشاتيلي وضع قاعدة تصف تأثير أحد العامل التي تؤثر على تفاعل متزن فإذا حدث تغير في أحد العامل التي تؤثر على تفاعل متزن مثل الضغط أو الحرارة والتركيز فإن التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي من هذا التأثير عندنا كده أول مثال من الأمثلة الهمة جداً وكل الأمثلة اللي احنا هنعرضها على حضراتكم دي تعتبر أمثلة السبق إنها وردت في امتحانات سنوية العامل فمستر بن حمد بيقول لي وضح أثر التغير في الضغط ودركة الحرارة على زيادة معدل تكوين غاز النشادي أنا عاوز الطالب يقرأ السؤال بشكل كويس جداً 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 أنا مجرد إن أنا أنظر إلى المعدلة ممكن كل حاجة أنا أحدد فيها إذن شرط إتقان العلم إتقان اللغة طيب بغض النظر عن إيه اللي يأثر هو بيقول لي إيه زيادة معدل تكون غاز النشادي إذن إيه اللي يزود غاز النشادي إن الاتجاه الطردي ينشط إن التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي طب هنا ديل تقتش قيمة سالبة آه يبا إذن لما تكون ديل تقتش سالب أنا سامع أبنائي وبناتي يقولوا طالما ديل تقتش سالبة يبا إذن دا كده تفاعل إيه طارد ويا مستر إحنا لسا إيدين لما يكون طارد يبا إذن التبريد ينشط أو يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي إذن التبريد التبريد في التفاعل الطارد يجعل التفاعل يسير في الاتجاه الطردي اتجاه تكون غاز النشادي والعكس صحيح بالنسبة لي التسخين لكن إحنا مش عاديين العكس إذن لو إحنا بنتكلم عن أول عامل بالنسبة أثر التغير في درجة الحرارة هو ما حدد ليش تسخين ولا تبريد لكن هو حدد لي إيه هو اللي يزود من معدل تكون غاز النشادي إذن تبقى لهذا المفهوم هقول له إيه خفض درجة الحرارة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي فيزداد أنا بقى جاي بالإجابة إيه من السؤال ذات نفسه فيزداد معدل تكوين غاز النشادي إذن مهم جدا يبقى الطالب محدد السؤال عاوز إيه طيب عامل الضغط العلاقة بين الضغط والحجم علاقة عكسية بمعنى إن الضغط لما بيزيد بينشط التفاعل في الاتجاه الذي يقل في الحجم ولو الضغط قال بينشط التفاعل في الاتجاه الذي يزد في الحجم ولذلك أما نيجي نتكلم عن عامل الضغط لمدة أن نحدد عدد مولات يعني حجوم كل من المواد المتفاعلة والنتيجة من التفاعل إذن أنا طالب منظم أنا طالب مركز أنا طالب أنا عارف هعمل إيه وعاوز إيه إذن أول ما أجي أتكلم عن عامل الضغط لابد بصد بيحسب لازم يحسب عدد مولات المتفاعلات تمام والنواتج والنواتج لوحدها ويشوف هل هناك فرق ولا لأ طيب طالب يقولك إني تو كده أنا عندي اتنين مولات طبعا لا طبعا إذن أنا عندي فيه معامل حسابي اللي هو عدد المولات اللي بيوزن المعادل قبل الرمز بالظبط قبل الرمز إذن الرقم الموجود قبل الرمز أو الصيغة هو ده اللي بيدل على عدد بإيه المولات المولات ولذلك أما نيجي كده هننظر إلى هذه المعادلة أنا عندي مول نيتروجين تمام مع ثلاثة مول هيدروجين يبقى كده عندي أربعة حجم متفاعلات النواتج أنا كده عندي اتنين مول يعني اتنين إيه اتنين حجم طب أربعة حجم اتنين حجم طب إيه اللي يزود معدل تكون غازل نشادر إن الطار دي ينشط طب في الطار دي بيقول لي لإيه الحجم إذن كده زادل إيه الضغط إذن زيادة زيادة الضغط تتأثر المتفاعلات أكتر وخفض درجة الحرارة تمام عاملان يجعلان التفاعل ينشط في الاتجاه الطار دي فيزداد معدل تكوين غاز النشادر ده كده كان بالنسبة للمثال من الأمثلة اللي وردت في امتحانات السنوية العامة وفي في طريقة تانية كانوا برضو ممكن نسهلها عليهم شوية افضل او مش نسهلها يعني إضافة بسيطة على الكلب اللي انت قلته في بعض الطلبة ودي شفتها أثناء تصحيح السنوية العامة بيعمل ايه أستاذيناك تكتب لو نقوله كده في المعادلة آآ نتو بلاس سري اتش تو اكتب لي بس المعادلة التاني كده أستاذ خالد هوريك بس بعض الطلاب يعني آآ بيفنن آآ لا بيفنن بيدينا أفكار جديدة وجميلة مش وحشة بس هنكتب المعادلة نكتبها كده تاني أستاذ خالد نتو زاد بلاس سري اتش تو اتش تو تمام سهل طبعا رايح جاي نتج تو ان اتش سري نوفنا شعيب طبعا ودي الحالة للجازت تمام تمام آآ هو مكتوب له في المسألة ان دلتا اتش سالبة صح؟ تمام فييجي جنب ال دلتا اتش سالبة سالبة فعمل ايه طالب ساعتها وكانت فكرة جميلة جاي جنب ال اتش سري وراح كاتب لي هيت فاذا جنب ال اتش سري اكتب لي كده بلاس هيت يبقى زائد حرارة ايوة هنا كده بالزبط تمام وراح تعامل زي قلت له ماذا هيحدث بقى لو انا قللت الهيت يبقى انا بعمل عملية التبريد اللي حضرتك قلت عليها هيحصل ايه قالك التفاعل هينشط في الاتجاه يعني الطالب يتعامل مع الحرارة هنا كأنها مادة موجودة وقال ايه انا هتعامل معها كده قللت الحرارة يبقى التفاعل هينشط في الاتجاه الطارد عشان يعوض الحرارة اللي انا قللتها ما هي موجودة اساسا هي قريدي موجودة كمات بس هو زودها على المعادلة نفسها في نفس المثال ده في الضغط ما احنا قلنا ان ممكن يكتب وزائد دي في النواتج بالزبط او ناقص هيت في المتفاعلات تمام او دلت اتش قيمة سالبة ففي كل هذه الحالات تفاعل ايه طارد الحرارة طارد بالزبط لكن انا افهم من كلام حضرتك انك عايزوا يترجم دلت اتش سالب يحط الي هيت في النواتج يحط في ايه ولو كانت موجود يحط علي ولو سالب هيت في المتفاعلات بالزبط يحونا لزائد دي في النواتج بالزبط يعني ساعتك عاوز ايه توحد اللغة بالنسبة لي التفاعل الطارد او المعص بالزبط يبقى اذا لو كانت تفاعل يضع في الاعتبار ان الطالب يكتب زائد هيت يعني لو ناقصت في المتفاعلات يحولها زائد دي في النواتج ولو دلت اتش خيمة سالبة يكتب برضوها زائد دي في النواتج لو الحرارة قلت اتفاهم يمشي في الاتجاه الذي يعاوض هذا النقص لو الحرارة زادت يمشي في الاتجاه العكسي الذي يحافظ على هذا الاتزام في حاجة تاني كمان احنا تكلمنا عن الضغط لو احنا حسبنا عدد المولات هنا حضرك حسبت اربعة هنا واتنين هنا هنا ادي كده اربعة مول تمام وهنا كم وهنا اتنين مول جي الطالب عامل ايه رح حاطت لجنب الاربعة كده جنب الاني تو رح كاتب لي كلمة ضغط رح كاتب زائد ايوة زائد ضغط يعني في المعتفعلات رح حاطت كده جنب الاني تو او جنب الاتش تو كاتب لي كلمة ضغط واعتبر ان الضغط هنا قال لنا هتعامل معك كأنه مادة متفاعلة لو انا زودت الضغط في الحالة دي هروح فين هروح في الاتجاه الطردي تكوين النواة قللت الضغط هرجع تاني عكس يبقى انا بحث بعدد المولات اللي بيتأثر فيهم اكتر بروح كاتب جنبه كلمة الضغط يعني الاكتر في العدد المولات رح حاطت جنبه كلمة الضغط واتعامل معه زاد الضغط يمشي في الاتجاه العكسي قال للضغط يمشي في الاتجاه الطردي تمام؟ يعني الكلام جميل جدا وبرضو طريقة توضع في الاعتبار انا اتعلم لها من طالب والطالب له حرية الاختيار في الكلام ده كله لكن احنا قلنا ان الضغط والحجم علاقة عكسية يعني لما الضغط بيزيد انا عيني على الاتجاه الذي يقل في الحجم ولما الضغط بيقل برضو انا عيني على الاتجاه بيزيد الحجم ودي برضو طريقة اهمة جدا توضع في الاعتبار بغض او بصرف النظر عن اي طرق اخرى اذا كده انا عندي كم عامل تلت عامل لوقت ضغط حرارة تركيز لكن قبل ان نتترك الى مثال اخر يعني هل العامل الحفاظ بيؤثر على التفاعل المتزم ولا لا يؤثر واذا ما كانش بيؤثر دي ما بيؤثرش فدوة اسمعه من خضرتها بالنسبة للعامل الحفاظ احنا خذناه في الفصل ده انها مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي طب انت في تفاعل في حالة اتزان يعني عندك تفاعلين مش تفاعل واحد تفاعل طردي وتفاعل عكسي العامل الحفاظ بنقول عليه اعمى مش هيفرق ما بين ده وما بين ده فهيزود لك سرعة التفاعل الطردي في نفس الوقت الا هيزود لك فيه سرعة التفاعل العكسي يبقى انت كده العامل الحفاظ عندك لن يؤثر على حالة الاتزان بتاعتك طب امتى يؤثر معاك عامل الحفاظ ويزود لك سرعة التفاعل لو كان التفاعل بتاعك تام يعني ايه تام بيصير في اتجاه واحد هزود لك سرعة التفاعل وإحنا شرحنا ده بالتفصيل في احد هذه العوامل يبقى اذا لو جاء لك علل العامل الحفاظ لا يؤثر على حالة الاتزان هتقول لي لانه يزيد سرعة التفاعل الطردي بنفس مقدار زيادة سرعة التفاعل العكسي ده بالنسبة للعامل الحفاظ اذا ان عامل الحفاظ لا يؤثر يعني لا يغير من موضع الاتزان اذا لو قال لي في اي تفاعل متزن ايه اثر اضافة عامل الحفاظ على طول لا يؤثر بدون تفكير لا يؤثر طالب كتب لا يغير من موضع الاتزان ده صح وده صح تكلم باللغة تكلم بالاسلوب الذي يطرأى ليك انا مش عايز الطالب يلتزم بالحفظ النص عبارة معينة كل صح وكل يوضع فيه الاعتبار تمام نيجي لمثال اخر عشان بعد كده بقى هنتطرق الى المثال اهم جدا برضو من الامثلة اللي جات فيه 2010 على قادة دوشة ليه وتعتمد على الترقم المعريف وربط المنهج من الزبط البنائج من الزبط البنائج طب هذا المثال بيقول لي ايه وضح اثر الضغط ودرجة الحرارة وتركيز المتفاعلات واضافة عامل حفاظ على معدل معدل تكوين اوكسيد النيتريك اولا ننظر الى المعادلة ده كده اوكسيد النيتريك النيتريك ده تفاعل ماص مهمو جب ماص مين مع المين للطالب كده ولما يكون التفاعل تفاعل ماص لو احنا عملنا عملية تسخين ينشط التفاعل يسير التفاعل كما يطرق للطالب يعني يتكلم يكتب في الاتجاه الطردي يعني اتجاه تكوين اوكسيد النيتريك واذا اجرينا عملية تبريد برضو ينشط التفاعل في الاتجاه العكسي يعني والاتجاه العكسي بيقلل من معدل تكوين اوكسيد النيتريك اذا انا طالب مدرك كويس جدا جدا هو السؤال عاوز ايه يعني ايه معدل التكوين يعني اللي يزود معدل التكوين هنا ان انا عملية تسخين او رفع لدرجة الحرارة وليقلل من معدل تكوين اوكسيد النيتريك ان انا اعمل تبريد او خفض لدرجة النيتريك الحرارة برضو انا بازلت منظر المعدل نص مون نص مون يعني واحد مون يعني واحد حجم يعني واحد حجم تمام نتك برضو واحد مون يعني واحد حجم اذا الضغط ما يقصرش لأولا ده كده عبارة عن تفاعل غازي او قادل حلال فيزيائية اذا لو انا هتكلم عن اثر الضغط في هذا التفاعل المتزن احنا حسبنا عدد مولاد كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وجدنا تساوي الحجوم تساوي عدد المولاد اذا الضغط او كده الضغط لا يؤثر هذه حاجة تمام واضافة عامل حفاز زي ما ذكر نسطر محمد او عامل اضافة عامل حفاز برضو ايه لا يؤثر لان زي ما بيزود من معدل التفاعل الطري بيزود ايضا من معدل التفاعل عكسي بنفس المعدل ده كده بالنسبة لكل من العامل الحفاز والضغط ولكن لو احنا بنتكلم عن عامل درجة الحرارة احنا خلاص بقى فاسترنا المعدة قلنا ده والتفاعل ماص طب ايه بقى اللي يزود هو قال لي لا يزود ولا يقلل بيقول لي ايه وضح اثر كذا على معدل تكوين اذا لابد اكون انا طالب مدرك هكتب ايه معدل تكوين اقول له ايه ان رفع درجة الحرارة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي فيزداد معدل تكوين اكسيدي النيتريك والعكس صحيح لان انا ما ذكر ليش قال لي يزيد او يقل فانا قلت له الحالتين بالنسبة لي معدل تكوين اكسيدي النيتريك يبقى اذا مرة تانية درجة الحرارة انا حددت تفاعل ماص اذا تسخين تبريد اللي يزود معدل تكوين النقوق التسخين واللي يقلل من معدل تكوين النقوق التبريد يبقى اذا مرة اخرى واخيرة اقول له ايه رفع درجة الحرارة او التسخين يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي فيزداد معدل تكوين اكسيدي النيتريك المتفاعلات يا مستر محمد ايه رئيس عالتك فيه بالنسبة للمتفاعلات قدامك انت مكتوب لك نص مول من ده ونص مول من ده لو انا زودت احد الاطراف فيه واتكلمت زودت نيتروجين زودت اوكسوجين هينزاح التفاعل معايا في الاتجاه الطردي هينزود لي تكوين الان او اوكي لو قللت تركيز واحد فيهم هيرجع التفاعل للتفكك يعني هيقل لي تركيز الان او يعني هنقول ان زيادة تركيز احد المواضي المتفاعلة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي فيزداد معدل تكوين اوكسيد الانيتريك والعكس صحيح اه كده احنا يعني نقول ايه اه وفينا اوي اوي قاعدة لشاتليه لكن بقى عندنا مثال مهم جدا اه اهم واحد ده اه اه عايزيننا نقش مع اه ابنائنا اه وبالتفصيل اه وهو اه اه ده كان اه سؤال سؤال في سنوية عامة اه في سنوية عامة الزبط عام الفين و عشرة السؤال بيقول لي ايه ادي السؤال في التفاعل المتزن CH3COOH ده حند خليك او حند اسيتيك اكيه زائد ماء نتج CH3COO سالب ده ايون اسيتات بلاس H3O موجب ده هيدرونيوم كيف تؤثر كل من التغيرات التالية على تركيز ايون الاسيتات انا هو بروس ايون الاسيتات مع التفسير اضافة قطرات من حمد الهايدروكلوريك اضافة قطرات من محلول هيدروكلوريك اضافة قطرات من محلول هيدروكلوريك اولا ياريت حضرتك تذكرنا من خلال التراقم المعرفي ونجمة السابقة ازاي كان بيتكون ايون الهايدرونيوم والذي يسمى بالبروتون المماء تمام وليس سموه بروتون مماء بروتون مماء بس يا سيد بالنسبة للايون الهايدرونيوم اللي هو H3O ده خده في اولى ورجع خده في تانية تانية في اولى قال له يتجاذب مع المية بس في تانية بقى اخده بالتفصيل يعني في تانية بقى وضح له نوع البند نفسها الربطة اللي مسكتهم ببعض احنا عارفين ان الماء بوزيق قطبي يعني بيتكون عليه شحنات مجابة قطبية على ال H وعلى ال O في سالب بوزيق في تانية اعلمناك ان في حاجة اسمها رابطة تناسقية طيب انا بقولك دلوقتي حطيت HCL في ماء هتقول لي بيتفاص ال H موجب و CL سالب ال H الموجب عندك ال H العدد الزاري بتاعك واحد لو انت وزعته هتقول لي 1 S 1 طب H موجب يعني ايه؟ يعني فاقد الواحد ده يعني الاربطة ال S بتاعك فاضي 1 S 0 طيب دلوقتي ال H موجب رايح على المية ومعاه أوربطة ال S فاضي بيحصل ايه؟ الاكسوجين عنده حاجة اسمها free electrons للومبير الزوج الحر بيعمل له عملية منح ليه؟ 2 electrons دول جوه الأوربطة الفاضي ويتكون او يربط ال H بتاعت الاسد معاه برابطة تسمى رابطة تناسقية وكان نعلم ناكس عيطة زرة مانحة وزرة مستقبلة يبقى يقول الهيدرونيوم أساس تكوينه ارتباط ال H الموجب بتاعت الاسد بجزء المية بربطة تناسقية ويكون في ازارة الهيدروجين زرة مستقبلة ومستقبلة والأكسوجين زرة مانحة ليه الالكترونات ولذلك لا يوجد ال H الموجب لا توجد حرة في الماء بسبب ارتباطها بهذه جزئات المية ولذلك يتقال عليه مماه يعني ايه مماه؟ مرتبط بجزء مية يعني أيونات الهيدروجين الموجبة لا توجد منفردة في المحاليل المائية للأحماض لأن أيون ال H الموجب بيحتوي على أوربط الفارغ وأكسوجين الماء يحتوي على زوجان من الالكترونات الخرة يعني الغير مرتبطة فتنشأ رابطة تناسقية بمعنى ال O يمنح أحد هذي الأزواج الخرة ده كده عبارة عن زوج إلكتروني حر غير مرتبط وال H عنده أوربطل يستطيع أن يستقبل هذا الزوج الحر يبقى زرة الأكسوجين زرة منحة وال H مستقبلة فتنشأ رابطة تناسقية عبارة عن زوج من الالكترونات إذن أيون الهيدرونيوم ينشأ من أن الزوج الإلكتروني الموجود على الأكسوجين يحدث تجازب يحدث ارتباط بين ال H وال O بربطة تناسقية طيب لو إحنا بقى رجعنا لسؤالنا في التفاعل المتزم التالي ضع حمد خليك ضع حمد أسيتيك إسانويك بعد كده في الأورجينيك هنغضر إن شاء الله مع الماء نتج أيون أسيتات وأيون هيدرونيوم لو إحنا ضفنا خطرات من حمد الهيدروكلوريك إلى هذا التفاعل المتزم ما الذي يحدث طبعا ضع حمد تام التأيون فأيونات الإتش الموجبة تنجذب إلى أكسوجين الماء وترتبط مع جزء الماء بربطة تناسقية مكونة أيونات هيدروني كده حدث زيادة في أحد المواد النتيجة النتيجة من التفاعل وتبقى لقعدة إشتليه ينشط التفاعل في الطرف الآخر عشان يقلل من هذه الزيادة ويظل التفاعل تفاعل متزم ومعنى أن التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي يعني النواتج تتحول إلى متفاعلات هنا نقص هنا زيادة إذا يقل تركيز الأسيتات تركيز أيون الأسيتات إذا إضافة قطرات من حمد الهيدروكلوريك يعمل على زيادة أو تكون أيونات هيدرونيوم مجابة فينشط التفاعل في الاتجاه العكسي فيقل تركيز أيون الأسيتات ولكن إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد السوديوم أسمع تعليق حضرتك وبعده ببساطة كده خالص ببساطة خالص ببساطة خالص ببساطة بالنسبة لهيدروكسيد السوديوم هي طبعا إني إيه وإيش قاعدة قوية تمت التأيي ببساطة أول ما هينزل المية هيفك معك لإني إيه مجاب وإيش إيه زالب يتفكك هيتفكك طيب أما يتفكك معي إحنا خدنا حاجة اسمها تفاعل التعادل إيه هو تفاعل التعادل؟ إن الحند مع القاعدة بيكون المية ملح هو مية الملح ده أساسي إنما المية هي الأساس من تفاعل التعادل طب دلوقتي إنت حطيت أو إتش نزلت المحلول نسبة الاتزان بتاعي نزلت في النظام المتزل اللي أنا عامله هتتفاعل مع مين في النظام هي الأو إتش نزلت هتدور على آيون الهايدرونيوم تتفاعل معاه ليه؟ عشان تكون مية واضح؟ فيتم استهلاك آيون الهايدرونيوم معنى إن هو يستهلك يعني يقل التركيزه أكيد طبعا هيقل التركيز بتاعه يبقى تفاعله هنشط في الاتجاه عشان عوضه وبالتالي هيزداد معاك تركيز آيون الأسيتات تمام؟ ده إذا يضافت الـ N-E-O-H أو يكون مية ما هو هيكون مية فحدث زيادة في أحد المواد المتفاعلة والزابط فينشط التفاعل في الاتجاه الآخر فيزود لي تركيز آيون الأسيتات طيب لو حبينا بقى الحتة اللي اتناشترا فيها قبل الحلقة حطينا H-S-O-4 ودي كده موجودة في نموذج الوزارة اللي هي بنسمع الـ Evaluation تقويم كانت موجودة عنده في 2008 كان مكتوب له إيه؟ إضافة كطرات من حمد الكابريتيك المركز وحمد الكابريتيك مخفف أسمع من الأستاذ خالد بقى هيحصل فيها إيه؟ يعني حمد الكابريتيك المركز ده عبارة عن مادة نازعة للماء تمام يعني لو قلنا حمد أستيك مع كوهولي يسيري ده ناستر زائد ماء وقال لي ما أثر إضافة حمد الكابريتيك مركز على هذا التفاعل المتزم حمد الكابريتيك المركز بينزع الماء فيقل تركيز أحد المواد النتيجة إذا التفاعل ينشط فيه الاتجاه الطردي لتعويض هذا النقص في الطردي؟ ده بالنسبة للتفاعل اللي هو الحمد الخليك؟ مع كوهولي ده الإصطر بالزائد بالزابطة اللي هو تفاعل الإصطراط تمام تمام وفي تفاعلنا ده لو حطينا الحمد الكابريتيك هيحصل إيه؟ هينزع الماء ده لو كان مركز مركز هينزع الماء لو كان مركز والتفاعل هينشط في الاتجاه العكسي أوكي؟ طب لو كان مخفف بقى يعني مخفف؟ يعني أنت مداوبه في ماء يعني هو أنت بتزود أيونات الهايدروجين عندك يبقى إذن الهايدرونيوم بتاعك زاد زاد الهايدرونيوم التفاعل هينشط في الاتجاه الطردي ويزيد معك تكوين أيون الأسيتات أسيتات أوكي؟ مثال أخير على قاعدة لو شاكلين وضح أثر زيادة الضغط ورفع درجة الحرارة وإضافة عامل حفاز وأنا أصدت من هذا المثال اللفظ على تغير اتجاه التفاعل مش عايزين الطالب يتخض من الألفاظ الموجودة لابد أكون أنا مدرك إيه اللي بيتقال يعني؟ يعني إيه تغير اتجاه التفاعل؟ يعني هل ينشط في الطردي أم في العكس؟ لم يطلب تركيز أي مادة من المواد المتفاعلة أو المواد النتجة يبقى إذن اللي إحنا أصدناه من هذا المثال هذه العبارة اللفظية يقصد بتغير اتجاه التفاعل يعني لما زود الضغط هل ينشط التفاعل في اتجاه الطردي أم العكسي؟ لما أعمل رفع لدرجة الحرارة برضو بالمثل طردي أم العكسي إضافة عامل حفاز أنا سامع أبنائي وبناتي حبيبنا أصدقاء مدرسة على الهوى يقولوا إن إضافة عامل حفاز لا يؤثر سهلا بقى خلاص لا يؤثر وبرضو أنا برضو حاسس وسامع أصدقاء مدرسة على الهوى بيقولوا إن زيادة الضغط يا مصر لابد إن إحنا نحدد عدد مولات أو حجوم النواتج والمتفاعلات طيب دا كده عبارة عن واحد حجم دا مول واحد بس هو طيب دا كده مول ونص مول أو واحد ونص حجم طيب في الاتجاه الطردي الحجم بيزيد معنى إن زاد الحجم الضغط قل هنا بيتكالي بيقول هي زيادة الضغط طيب لما الضغط بيزيد الحجم بيقل إذا الأكيد زيادة الضغط بتجعل هنا التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي إذن زيادة الضغط يجعل هذا التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي طيب رفع درجة الحرارة لابد إن أنا أحدد نوع التفاعل طارد ولا ماس طارد ولا ماس طيب أما تكون موجب يبقى ماس إذن الموجب أهو مين ما هي مشترقة الموجب ماس وإذن ما يكون ماس آآ يبقى التسخين أو رفع درجة الحرارة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطاردي إذا الموضوع تغير الاتجاه دوت يقصد بإيه الاتجاهين آآ هو في الطاردي إيه في العكسي أو أقوله يا صاحب السنة حددت لي إتجاه ذات نفسه هنا بليش اتجاهين قال لي لما الضغط يزيد دي مش في أنهي اتجاه لكن لو قال لي أثر التوارف الضغط إذن أنا أقول له إنت يمشي في الطاردي وإنت يمشي في اليقف العكسي برضو كذلك من درجة الحرارة إذن دا كده سؤال محدد لو ليك تعليق أسمع من ساعدة لا هو كده بالنسبة لنا يعني تقريباً احنا شبه وفينا الجزئية بتاعة قاعدة لوشا تيلي بجميع الجوانب بتاعتها آآ اتعررنا لمسائل كتير النهاردة خلنا فيها أجزاء كتير جداً من الانتحانات السابقة آآ شفنا دراسة العوامل المؤثرة على التفاعلات في حالة اتزان عرفنا عن الضغط درجة الحرارة التركيز من أهم العوامل دي عرفنا إيه اللي بيأثر على الضغط إنت الضغط يأثر إنت ما يأثرش التركيز بتاعك لازم تبقى اخد بالك منه كويس جداً انت التركيز بتاعك زودته هتروح فين لما تيجي تتكلم عن الحرارة لازم تعرف كويس جداً جداً حضرتك التفاعل ده طارد ولا مص ولا لا والستاذ خالد تفضل ووضح لك كويس جداً الجزئية ديت وقال لك إذا كان موجب يبقى تفاعل مص للحرارة طيب طارد هيبقى زي ما قالك كده هيبقى تفاعل ساليب او دلتايش بتاعتك هتبقى ساليبة هتحط الحرارة في النواتج هتحط الحرارة في المدفاعلات انت دلوقتي تعلمتها كويس جداً جبنالك يمكن من أصعب المسائل اللي جات اللي هي المسائلة الأخيرة اللي احنا اتكلمنا فيها وكانت جديدة في فكرتها ساعتها استاذ خالد ان الطالب يفهم كويس قوي ان فيه مواد نزعة للمية طب معلومة لك انت بقى المواد النزعة للمية في منهجك كانوا مادتين ساعتها في سنة ثانية حمض الكابريتيك وده كان بيستخدم في تكفيف الغازات الحمضية يعني انت لو بتحضى الغاز حمضي وطالع مع الغاز ده مية بنستعمل حمض الكابريتيك مش معنى مش هيتفعل مع الغاز ويمتص المية يبقى الغاز بتاعك تم تكفيفه طب لو كان الغاز بتاعك قاعدي كنت بتعمل ايه كان بيستخدم اكسيدي كالسيوم اوكي ده كان بيعمل ايه ده كان بيمتص المية وما يتفعلش مع الغاز القاعدي ده كان خدته فيه تجربة تحضير الامونية اللي هين يا شادر طيب يبقى فيه مواد نزعة للمية اه يبقى خلي بالك منها لو قالك اذا تم اضافة حمض الكابريتيك اللي هي تفاعل في حالة التزان تخلي بالك لو مركز يبقى يشلك المية اللي موجودة في التفاعل ده تمام اه في نهاية الحلقة بنشكر استاذ خالد على المعلمات القايمة وعلى مجهود الرائعة اللي قدمه خلال الحلقة دي شكرا مستوى ونتمنى ان شاء الله نتقابل معاكم في الحلقة بعد القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته